تنسيق الأشكال عزيز المحرر الصغير ستتعلم هنا كيف تنسق الشكل الذي تم رسمه تعبئته بلون معين وتغيير نمطه ولون وعرض الحدود ووضع ظل له وجعله ثلاث الأبعاد باستخدام الأدوات التالية من شريط أدوات رسم لتنسيق الأشكال اتبع التالي حدد الشكل المراد تنسيقه سوف تظهر مقابض حول الشكل اختر التبويب تنسيق انظر ماذا يحدث لهذا الشكل بعد اختيار أداة التنسيق تعبئة الشكل التي وظيفتها تغيير لون تعبئة الأشكال الشكل قبل التنسيق الشكل بعد التنسيق انظر ماذا يحدث لهذا الشكل بعد اختيار أداة التنسيق المخطط التفصيلي للشكل التي وظيفتها تغيير لون ونمط خط الرسم للأشكال الشكل قبل التنسيق عند تغيير لون خط الرسم يصبح الشكل بعد التنسيق كالتالي عند تغيير نمط خط الرسم يصبح الشكل بعد التنسيق كالتالي انظر ماذا يحدث لهذا الشكل بعد اختيار أداة التنسيق تأثيرات الظل التي وظيفتها إضافة ظل للأشكال الشكل قبل التنسيق الشكل بعد التنسيق انظر ماذا يحدث لهذا الشكل بعد اختيار أداة التنسيق تأثيرات ثلاثية الأبعاد التي وظيفتها إضافة تأثيرات ثلاثية الأبعاد للأشكال الشكل قبل التنسيق الشكل بعد التنسيق نلاحظ ان نمط ثلاثي الأبعاد لا يمكن تطبيقه على بعض الأشكال الشكل الشكل بعد التنسيق